تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 750 ألف إصابة فيما زاد عدد الوفيات على 35 ألف حالة أكثر من ثلثيهم في أوروبا سجلت إسبانيا 6500 حالة وفاة وبتت بذلك في المرتبة الثانية عالميا في عدد الوفيات بعد إيطاليا التي ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 10779 حالة اشتركوا في القناة